بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه أستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد أقول رحم الله من أهدى لعيوبي انطلقنا من هذا المبدأ لأننا كنا قد نشرنا في حلقة سابقة حلا للتمرين رقم 6 من الصفحة 14 من الكتاب المدرسي للسنة الرابعة من التعليم المتوسط والمتعلق بالتكهرب والشحنة الكهربائية وبعد نشر الحل مباشرة تلقينا ردودا من الزملاء رحمهم الله وجزاهم الله خيرا بأننا أنجزنا هذا التمرين بدون مراعاة الشروط المعطاة فيه وعليه أعدنا النظر واحترمنا الشروط التي وردت في التمرين وعليه نعيد الحل وفق الشروط المنصوص عليها في التمرين يقول لدينا كوريتان معدنيتان محمولتان على حامل عازل ونود شحن إحدهما بشحنة موجبة والأخرى بشحنة سالبة في نفس الوقت يعني هذا الشرط هو الذي أهملناه في نفس الوقت وهذا باستعمال قضيب كيف يمكن أن يتم ذلك وضح باستعمال الرسم إذن هنا لبأس أن نحضر كورتين معدنيتين محمولتين على حاملين عازلين ونجعلهما متلامستين كما هو مبين معنا في الصورة أو في المخطط وندلك قضيبا من الإبونيت بالفرق أو الصوف فيشحن بالشحنة السالبة كما هو مبين حينما نقربه من إحدى الكوريتين دون ملامسة هنا يحدث تكهرب بالتأثير بين القضيب والكورية ومن الكورية الأولى إلى الكورية الثانية يحدث تكهرب بالتلامس يعني ويصبح لدينا الأمر هكذا بمعنى تنتقل الإلكترونات يعني بحكم التنافر الذي يحدث هذا ساق مشحون بالشحنة السالبة هذه كورية كانت متعادلة هذه كورية كانت متعادلة ماذا يحدث حينما نقرب القضيب المشحون بالشحنة السالبة تنفر الإلكترونات الموجودة في الكورية الأولى إلى الكورية الثانية بمعنى تنتقل فتصير هذه الكورية مشحونة بالشحنة السالبة والكورية القاربة من السياق تصحب مشحونة بالشحنة الموجبة هكذا عندما يحدث هذا الأمر نبعد الكورية البعيدة يعني التي صارت مشحونة بالشحنة السالبة هكذا حينما نبعدها تصبح هذه مشحونة بالشحنة السالبة وبقية القاربة مشحونة بالشحنة الموجبة ثم قال هل يمكن ذلك باستعمال قاضي بزجاج يبين ذلك بالرسم نفس الشيء نفعله باستعمال القضيب الزجاجي نأخذ الكوريتين نجعلهما متلامستين كوريتين معدنيتين محمولتين على حاملين عازلين تكون متلامستين نقرب من الأولى دون تلامس قضيبا قد شحناه بالشحنة الموجبة إذن الزجاج حينما نشحنه نقوم بدلكه بالفرو فإنه يشحن بالشحنة الموجبة حينما نقربه من هذه الكورية ماذا يحدث؟ كذلك يحدث انتقال للإلكترونات من هنا يحدث العكس للحالة الأولى هنا ستنجذب الإلكترونات بفعل النقص الموجود في هذا القضيب فإنه يكهرب الكورية الأولى بالتأثير أي يجذب الإلكترونات إليه فبالتالي تصير هذه الكورية مشحونة بالشحنة السالبة بعدما تسحب الإلكترونات من الكورية البعيدة أو اليمنى فتصير الصورة بهذه الكيفية إذن الكورية المجاورة للقضيب صارت مشحونة بالشحنات السالبة بعد انتقال الإلكترونيات من الكورية المجاورة له أو الملامسة له فتصير الكورية الباعدة مشحونة بالشحنة الموجبة هنا نبعد الكورية قبل إبعاد القاضي إذن لما نبعد الكورية أو الحامل بكوريته تصير هذه الباعدة ذات شحنة مجبا والقاربة ذات شحنة سالبة إذن هذا هو الذي أردنا أن نوضحه في هذا النشر قبل أن نختم الحلقة أقول مرة أخرى شكرا شكرا للمشاركين والمتابعين على حسن الاهتمام والمتابعة والتصويب فجزاكم الله خير الجزاء في الآخر أسأل الله العلي القادر أن نكون قد وفقنا كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته